هنا أيضا الوزير الأول أيما بن عبد الرحمن تلميذ الناجحين في شهادة البكالوريا حيث قال أيما بن عبد الرحمن في منشور له عبر صفحة الوزر الأولى في الفيسبوك سررت وأنا أتابع أجواء الفرحة والبهجة وهي ترتسم على وجوه أبنائنا وبناتنا الناجحين في شهادة البكالوريا بعد جد ومثابرة كما توجه الوزير لأول بكلمة للرصبين في هذا الانتحان المصري هذه السنة قائلا ولمن تخلفوا عن موعد النجاح هذه السنة أقول لهم شدوا أزركم ولوفقكم الله في الدورة القادمة إن شاء الله